موسيقى جولة أثامنا مساء نصحبكم فيها أنا مكهلال وأبدأها بالعناوين أسعار الخضر والغلال تشهد خفاظا طفيفا لكنها تبقى مرتفعة حسب رواد الأسواق من المواطنين موسيقى تثمين لدور المحام في التحركات الوطنية والدفاع عن الحقوق والحريات في مقدمة اهتمامات المحامات التونسية وهي تحتفل بمرور 120 سنة على نشأتها موسيقى اطلاقوا مبادرة كفا لعدد من مكونات المجتمع المدني والدعوة إلى إرساء آليات التصدي للتطرف والتوقي منه موسيقى أسعد مساكم جميعا مشاهدين أهلا بكم إلى هذا المواد الإخباري أكد وزيره والوظيفة العمومية والحوكم عبيد البريكي في تصريح لقناة التاسعة نيته الاستقالة من الحكومة مشيرا إلى أنه أعلم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بذلك ولم يكشف البريكي الأسباب الحقيقية التي جعلته يفكر في الاستقالة لكنه اكتفى بالقول إنه لم يجد المناخ الملائمة للبناء في تونس ما قدمت بشكل رجمي هذا ما يعنيش أنه ما عنديش قرار أنا حكيت برشة الناس في الصورة أنا جاي من النقبات في النهاية وحكيت مع الملعام التحدث للأراضي بس نحكي مع الملعام السابق اللي رأو أخذه من اليابان ثم فم رئيس الجمهورية أكيد جداً هو واحد يحطه في الصورة لكن الاعتبارات وعينا مش في حتفاه واحد هو يشبيه البلاد تواصل تخدم على راحة ونصلى بونشانس لتونس ورئيس الحكومة الحالي اللي يفتحي كل خيط إلى حد الآن أنا معتفهم بعض مسائل اللي تخول دون مواصل نية الاستقالة حاصلة عندي بدرجة كبيرة عرفت أسعار الخذري والغلال خفاضاً ملحوظاً خاصة بعد توفر كميات هامة من المنتوجات الفلاحية بالأسواق وفي الأثناء قامت الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة بحملة تفقد الأسعار وظروف نقل المنتوجات الغذائية والفلاحية شهدت أسعار المنتوجات الفلاحية انخفاضاً طفيفاً كما أن عملية تزويد الأسواق تسير نحو الانفراج من حيث وفرة العرضة وذلك نتيجة تحسن العوامل المناخية وتقلص موجة البرد التي أثرت سلباً على نسق الإنتاج اللي لاحظناه هو انخفاض كبير في أسعار الخضر في الفترة الأخيرة هذه أولاً بحكم أنه التزويد ولا موجود وانفراج العوامل الطبيعية والمناخية التزويد ولا موجود بصفة كبيرة بعد حرص وزارة التجارة والتنسيق مع وزارة الفلاحة لأن استحسن المواطن انخفاض الأسعار مقارنة بالفترة الماضية إلا أنه ما زال يعتبرها مرتفعة توا والله مناسبة برابور على بكري معناتها بهيه غالية لسوي بالنسبة معناها زوالي مسكين تاما برشا حاجات نقصت أما ديما غروس ومودو معناه تقعد في فاصل الشي تحسها طالعة شوي برابور العوامل أخرين خير من جمع الفترة برشا نقص الفلفل قصة ماتم البطاتا والت 800 القفة تتكلفة بين 30 و40 و50 دينار في الجمع في إطار الضغط على الأسعار وضمن استراتيجيتها تقول وزارة الصناعة والتجارة إنها بسدد تكثيف عمليات مراقبة مسالك التوزيع لتتصدى للظواهر والممارسات المخلة وتثبت من ظروف نقل المنتوجات ومدى احترامها للتراتيب والقوانين الجاري بها العمل من بين الخضر التي ارتفع نسق انتاجها نذكر الفلفل والطماطم بنسبة 22% والبطاطا فقد ارتفع انتاجها ب31% مقابل 21% بالنسبة للخضر الوراقية نفى مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بشؤون النواب نفى ما راجى من اخبار حول مطالبة النواب بامتيازات جديدة واكد في مؤتمر الصحفي ان جميع المطالب التي تم الالان عنها هي لتسهيل عمل النواب وتحسين مردوديتهم ليس اكثر عنا كتل اليوم الكتلة غير منتمينة اللي فيها اكثر من 12 نايب ما عندهمش فين يقعدوا ما عندهمش حتى قاع اليوم عنا الكتل الكبيرة اللي فيها 70 نايب عندهم 50 متر مربع يتحركوا فيه معناها بيش تحطهم حتى كريسي بش يقعدوا ما تكافيهمش بش يقعدوا الامكانيات معناها ضعيفة وضعيفة جدا هذا يأثر على مردود مجلس نواب الشعب دعا ممثلو اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى متابعة وتعديل مخطط التنمية سنويا بما يتماشى والتطورات وطالب سليم باسباس عضو لجنة المالية اتحاد العراف بالقيام بدور اكثر فاعلية في الدفاع عن القطاع الخاص وذلك خلال جلسة استماع بلجنة المالية والتخطيط والتنمية في مجلس نواب الشعب حول مخطط التنمية الفين وستة عشر الفين وعشرين اهم شي يشوفنا احنا هو تفعيل هالمخطط هذية المتابعة متاعو المؤشرات اللي هي باش نسمحنا باش نقيموا نجاعة هالمخطط هذية وطلبنا اقترحنا اللي سنويا تكون متابعة وتعديل فيه اليوتيكا زاد جاء وكان اكثر تدخله هو انه يعيب على انه الحكومة يعني معططوش الاليات الكافية اللي يتمكنوا باش يتطلع بالدور هذية ينزمكم تكون عندكم دور اكثر فعالية واكثر مطلابية واكثر يعني صمود في الدفاع والاستماد على مصلحة القطاع الخاص جولتنا الاخبارية ما تزال مستمرة معكم مشاهدين تتابعون فيها ايضا اهالي منطقة العنيزات من ولاية القيروان يطلقون نداء استغاثة من اجل الحصول على الماء الصالح للشرب تواصلت اليوم بمقر صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين تواصلت الاحتفالات بمرور 120 سنة على نشأة المحامات التونسية تحت شعار المحام والسلام وقد تم التطرق الى دور المحام في حركات التحرير عبر التاريخ يوم ثن في احتفالية مرور 120 سنة على نشأة المحامات التونسية تحت شعار المحام والسلام حاكى خلاله المشاركون المسيرة التاريخية للمحامين وتحركاتهم الوطنية منذ القرن التاسع عشر هذا الالتزام الوطني اللي أنا نسميه الالتزام كذلك إنساني لأن المحامات في تونس ولا في غيرها من البلدان العالم توجد المحامين يدافعوا على بلدانهم يدافعوا على القضايا الوطنية حراك المحامين قبل وبعد احداث 14 جانسي 2011 كان حاضراً أيضاً في أغلب الخطابات ليبرز توحد صف المحامات في خضم هذه الأحداث مع صوت الشعب في حقه في العيش بكرامة والتحرور من الحسابات السياسية والمصالح الضيقة المهيمنة على المصلحة العامة ولعل التجربة العربية السايدة التي ألهمت أغلب البلدان هي تجربة تونسية خاصة مع نيل الرباع الراعي للحوار جائزة نوبل للسلام عندما تحصل تونس على جائزة نوبل هذا إنجاز لفلسطين اختلطت دم الفلسطيني مع التونسي والأدبية لمحامو أو المحامين لنقابة تونس 1958 تاريخ نجد المحامين كانوا في مقدمة الفئات التي ساهمت مساهمة فعالة في تحقيق الأمن والسلام والدفاع عن القيم الكبرى للإنسانية من قيم الحرية والعدالة في تقرير أخيراً أصدرته منظمة العفو الدولية أشارت فيه لا تراجع ملحوظاً للحريات والممارسات المخلة بحقوق الإنسان في مراكز الأمن والإيقافة وهو أمر يبعث عن القلق والاستياب في ذل احتفالات بمرور 120 سنة على نشأة المحامات وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الستوديو الأستاذ عمر المهرزي عميد المحامين سيد العميد أهلا بك أهلا وسهلا نبدأ باحتفالات اليوم الثالث المحامي والسلام وفي صندوق التقاعد والحيث الاجتماعي للمحامين هذا الاحتفال قاطعه شقها من المحامين لماذا برأيك؟ لا أعلم سبب ولا أعلم أن هناك من قاطع ربما هناك من تعذر عليه الحضور الحضور كان محتشماً للحد المر ربما لظروف أخرى ربما لبعد المكان ولكن أعتقد كان الحضور محترم ومن حضر وكب فعاليات اليوم الثاني بانتباه شديد خصوصاً وأن الضيوف الذين وفدوا علينا من كل أنحاء العالم هم ضيوف نوعيون وقدموا مداخلات قيمة جدا قلتم فيما قلتم في احتفالات اليوم الأول وإثرها أن رئيس الحالي سيد الباجي قاسبسي استأسد في الدفاع عن المناظرين البعض أخذ عليكم هذا التصري واعتبر أن المحامات كانت دائماً تنأب نفسها من السلطة ورموزها وأعاب عليكم أيضاً أنا حضور شكري بلعيد كمحامي والشهيد وكرمز لم يكن بذلك الحضور والزخم في هذه الاحتفالية ما رأيك؟ الموقف الذي ذكرناه ربما الفكرة التي ذكرناها ليست موقفاً سياسياً ولكنها نبشاً في ذاكرة المحامات ورجوعاً إلى كتب المحامات ووثائق المحامات أين استأسد الباجي قاسبسي في الدفاع عن المناظرين كمحامل؟ خلال الخمسينات عندما كان الباجي قاسبسي شاباً موجود ذكره وأثره في كتب تاريخ المحامات وفي وثائق المحامات من أنه نظل ودافع عن المناظرين التونسيين وكان رفقة زمرة أخرى من المحامين التونسيين لكن أن يقول هذا عميد المحامين في احتفالية مهمة لا يعتبر ذلك تزلفاً لهذا رئيس جمهورية اليوم والمحامات في تونس عودتنا بأخذ هذه المسافة دائماً المحامات التونسية لا تتزلف لأحد سواء الباجي قاسبسي أو لغيره من الحكام ولكن المحامات تقول الحقيقة عندما تكون هناك حقيقة وقراءة التاريخ بهذه الطريقة لا يعد انتماءاً لربما الباجي قاسبسي البعض قد لا يرى فيه مستأسداً في الدفاع عن المناظرين نغلق هذا القوس ونمضي إلى أمر آخر في موضوع المجلس الأعلى للقضاء حاولتم أو بادرتم بمساعي وساطة أجهدت أو بعض الأطراف المعنية بالأزمة رفضتها هل ما زلتم على نفس هذه المسافة الآن؟ أم أنكم تبدلون جهداً أيضاً لحالة هذا الإشكال؟ أنا أواجه ربما التذكير للمشتركين والمساهمين في المجلس الأعلى للقضاء من أن الفرصة قد تمر دون أن يتحقق المطلوب الهيئة الوطنية المحامين وعلى رأسها عامدها على استعداد دائم للمشاركة بصفة فعالة في حالة الأزمة الحالية للمجلس الأعلى للقضاء والجلوس على طويلة المفاوضات بين الأطراف المتداخلة لإيجاد الحلول الملائمة لذلك خصوصاً وأن هناك ربما نقوس خطر يدقه الآن وهو الحل التشريعي أي المبادرة التشريعية خشية من ذلك وطلب ملح للأطراف المتداخلة في أن تتبنى الدعوة التي وجهتها لإدارة حوار بينها سؤالي الأخير سيد العميد وبإجاز لو سمحت عنوان احتفالية اليوم وندوة اليوم المحامي والسلام له دور كبير في هذا الجانب ما معنى أن تأصل هذه الاحتفالية 120 سنة تاريخ ممتدة كثير من قرن مع تقارير دولية ومنظمات حقوقية تونسية تكشف وتؤكد تراجع الحريات في تونس هل أتيتم على هذا الجانب؟ هل يشغلكم هذا الجانب أصلاً؟ أم أن زخم الاحتفال تغارب مع لموضوع الحريات؟ وهو مبحث وهم أساسي لدى المحامي أطلاقاً وهذه المناسبة كانت للتذكير بأن المحامات ما زالت مستنفرة وقائمة بما تعودته من مواقف للوقوف أمام الظلم والقهر والضيم أينما كان وفي الزمن الذي يكون فيه هذا دور المحامات الطبيعي قامت به على مر تاريخها وهي ستقوم به عندما تدق نواقص الخطر جزيل الشكر لك سيد العميد سيد عمر المحرزي عميد المحامين تونسيين شكراً شكراً جزيلاً إلى شأن آخر الآن حيث أعلنت شبكة النشطاء المدنيين في مواجهة التطرف أعلنت مثاق الشرف المتعلق بمبادرة كفا والتي تهدف إلى التصدي للتطرف والتوقي منه يأتي ذلك إثر سلسلة لقاءات واجتماعات تمهيدية وقدت في مختلف جهات الجمهورية بهدف سياغة تحركات لهذه المبادرة كفا عنفاً كفا تطرفاً كفا إرهاباً كفا بدرة قدمها عدد من مكونات المجتمع المدني بالتعاون مع وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية فكان اليوم إعلان ميثاق الشرف لهذه المبادرة في الحقيقة هو التزام معنوي لكل الشركاء باعتبار أنه لهذا العمل التطوعي وهو التزام بعدم إقحام الخلفيات السياسية والدينية والنقابية خلف هذا العمل باعتبار أنه هذه تتعلق الأمر بمربع مشترك يجمع كل تونسيين وكل الأطراف الفاعلة ضمن هذه المبادرة إنهم نشاطاء مدنيون في مواجهة التطرف في إطار هذه المبادرة التي تهدف إلى تطوير المعرفة العلمية لظاهرة التطرف إلى جانب تطوير العمل الوقائي من هذه الظاهرة في شتى المجالات مثل الأعلام والتربية وشبكات التواصل الاجتماعي والخطاب الديني نعرف الأسباب لماذا هم يتطرفون هناك فكر إذن لابد من عمل كبير على المستوى الثقافي على المستوى الديني خطاب ديني بديل وخاصة على المستوى التربية والتعليم نحن أول بلاد عربية مسلمة ماشيين في الديمقراطية يجب أن نقول اليوم للصغيرات متاعنا بلادكم باهية بلادكم فيها كل ظروف العيش الكريم يجب أن نعطيه ابتسامة ونعطيه مشروع حياتي يكون فيابل مساندة للقوة المسلحة والأمن الوطني يقوم بويش بجبار لأن هذه الشاركة المبنية إن شاء الله تونس تكون بخير التطرف يميناً أو يساراً يولد العنف والإرهاب بأنواعه لذلك تبقى أليات المتابعة وتوفير المعطيات الكفيلة بالتعاطي الجيد مع هذه الظاهرة هي الأنجع في اشتثاثها انتهى للتو المجلس الوزاري المنعقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على جملة من مشاريع القوانين منها القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد إلى جانب النظري في عدد من الأوامر الترتيبية ومنها الأمر الثاني المتعلق ببرنامج السكن الأول قوانين وأوامر ينتظر أن تمرر إلى مجلس نواب الشعب لمناقشتها والمصادقة عليها تمكنت فرقة الحدود البرية بحيدرة من ولاية الجسرين من تفكيك شبكة دولية متخصصة في تهريب السيارات وحجز ثلاثة أو ثلاث شاحنات معدة للتهريب من القطر الليبي إلى القطر الجزائري تجاوزت قيمتها المائة وخمسين ألف دينار حيث قبضت أيضا الفرقة على عنصرين أحدهم تونسي والآخر ليبي بعد نصب كمين لهما نصب كمين محكم تحت إشراف السيد رئيس متقت الحرس الوطني تمكننا من القاء القبض على أطراف أخرى رئيسية في هذه الشبكة مختصة في تهريب السيارات بين الدول المجاورة وباستشارة النيابة العمومية بالقسرين أذنت لفرقة البحث وتفتيش بتالة بتسجيل قضية موضوعها تكوين شبكة دولية في تهريب السيارات أعلن نشطاء في مدينة البرادعة من ولاية المهدية عن إضراب عام شميل أغلب المرافق الحيوية بالجهة احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها المنطقة منذ فترة كما ندد أهالي الجهة بأسلوب التجاهل الذي تتبعه السلطة المعنية تجاههم حسب قولهم إضراب عام في عصيان مدني تشهده مدينة البرادعة من ولاية المهدية للمطالبة بالتنمية وبفرص عمل وللاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها المنطقة منذ مدة وشهدت المنطقة احتجاجات عارمة حيث أغلق مجموعة من الشباب جميع طرقات والمنافذ المؤدية من وإلى البرادعة ودعى لهذا العصيان كل من الشباب والمجتمع المدني بالمنطقة بعدما اعتبروه مواصلة تجاهلهم من قبل السلطة المعنية بالإضافة إلى غياب التنمية وتفاقم البطالة حسب تعبيرهم مطلب المعتمدية اللي يحبون الأهلي كل ما هو مطلب السعر أنا من صنفاش مطلبا ذاك حق الحاجة الثانية هي قبل لي وسع سيوسف الشهد هو كان وزير الشيء المحلي وصلت عارضة فيها ألف انضاء فاش قام ما جاوب ناش أحداث معتمدية تشغيل الشباب ومناش مروحين من هنا تفاعلا مع هذه الاحتجاجات أعلنت السلطة الجهوية بالمهدية من جهتها رصد مجموعة من البرامج التنموية التي تقارب حوالي مليوني دينار ومن المنتظر أن تطال مختلف القطاعات بالمنطقة لفائدة الشباب العاطل عن العمل تم رصد أكثر من 22.3 مليون دينار للبرادعة مقسمة على الآتي فيهم 2 مليون دينار في البرنامج التنمية المندمجة وأنكور قاعدين نخدموا فيه إن شاء الله في البرنامج هذا سيتم تهيئة 6.7 كيلومتر طريق الرابط ما بين البرادعة والشط في نفس البرنامج فيه قروض وفيه تشغيل لدينا برنامج آخر مزيان كبير فيه تمويل قرابة 18 مليون دينار اللي هو مشروع طريق الرابط ما بين قصور السيف لبرادعة ملولش ورغم كل هذه الوعود المغرية التي يتلقاها أهالي المدينة إلا أن أوضاعهم لا زالت على حالها في ظل تصاعد نسب الفقر والبطالة في تلك المناطق تم بالمنسير إحداث قطب جديد للمعارض يهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بالجهة وأيضا إلى جلب استثمارات جديدة تونسية وأجنبية ودعم التنمية والاقتصاد الوطني قصر المعارض بالساحل قطب جديد للتظاهرات بالمنسير يتكون من قاعتين للعرض تزيد مساحتهم عن 6 ألاف متر مربع فضاء يوفر جميع المرافق الإدارية والمعدات التقنية المتطورة التي تضمن لحرفائه نجاح جميع أنواع التظاهرات الاقتصادية الكبرى وفتح قصر المعارض بالساحل اليوم معارضه الأول المخصص للديكور والأثاث المنزلي ليتواصل إلى غاية الخامس من مارس المقبل جينا الفضاء هذا وجبنا الأرتيكل هذا هو تابع صناعة تقليدية وفضاء هذا يسر حلوم مشاركين كذا معارض جدنا الدعوة لهذا المعارض وممتاز على الأخير تحس فيها أثيق تحس فيها مؤشرات إيجابية بالقدير تحس فيها مكليون قاعد يدور تحس فيها ليس انتريسي كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة فيصل الحافيان شدد على الإضافة التي يمكن أن يقدمها هذا الفضاء لفائدة العارضين بالإضافة إلى الحركية التجارية التي سيضفيها على الجهة بصفة عامة المعارض يكونوا مشاركين فيها برشة دول صديقة وشقيقة وفيها زادة صناعيين توانسة اللي يلقاوا فرص بشأنه يعرضوا المنتجات انتاحهم ويخلق طبيعة أنه هو حركية كبيرة في كل المنطقة ومن المنتظر أن يؤمن هذا الفضاء الاقتصادي الجديد بولاية المنستير سبع عشرة دورة عرض خلال السنة الحالية تفتقر كل من منطقة الغويبة ومنطقة الأنيزات التابعتين لولاية القيروان تفتقران إلى الماء الصالح للشرب حيث يضطر الأهالي هناك إلى قطع عشرات الكيلومترات لتعبئة مياه ملوثة جنات السلمي تحمل كل صباح على ظهرها وعاء بلاستيكيا وتلتحق بجيرانها بمنطقة لغويبة التي تبعد حوالي سبعين كيلومترا عن مدينة القيروان في رحلة البحث عن الماء عبر مسالك فلاحية وعيرة للوصول إلى عين تتجمع فيها بعض المياه الملوثة يتم إخراجها بواسطة محرك كهربائي بدائي نعيشاتي بعتب من قلت الماء ونحن قلتنا للوصخ ما كنا اهوائشنا ما قلت باش نسقها اديرنا ما قلت باش نسقها الماء ننشي جيبوه نشربو فيه ما مريض يا سيد ربالي يا سيد ربالي في قبينا ايجي حسبينا رينا شوف ايجي شوفنا ايجي حسبينا من النشرب روكاس علينا روحة المالعة هون متو صارح للسرب غير بعيد عن الغويبة يعاني تلاميذ المدرسة الابتدائية دار الخريف من العطش أيضا دون اكتراث من أي جهة رسمية ما عانيش ماء في المدرسة ما ظلنا نبقوا نهار كامل احنا عطاشا مرات يفوتنا الوقت وما نجيبوش الماء حتى طوالاتات ما نجيبوش ما عانيش ماء باش نغسلها كل يوم نجيبوه في دابوزة ما في دين على خطيكش يقصينا علينا الماء حتى أبسط الحاجات ما نجيبوش نعمله اكثر من عشرة سنوات موجودة ما يبعدش علينا 400 مترو التو مانيش متمطعين بماء متاع الشركة التونسية المعتمد الأول أكد أن سلطة الجهوية تتابع موضوع معضلة نقص الماء الصالح للشرب مشيرا إلى أن نسبة التزود تقدر بحوالي 83% بعدما كانت 73% خلال السنة الفارطة ثم إجراءات وثم برشة أشغال قاعدة تقوم لتهيئة الشبكات وصيانتها ولكن برشة إشكاليات في الجمعية المائية في ديونها وفي جدولتها وعاد جدولتها عمل منتاع عام ونص يذكر أن انقطاع الماء بمنطقة لغويبة والعنيزات نتيج عن عدة أسباب أهمها مشاكل مالية للجمعية المائية عدم صيانة الشبكة قررت السلطات والمحلية في باجا غلق صحن الجامع الكبير أو ما يعرف بالجامع العتيقي هناك وذلك حماية للمصلين نتيجة ظهور تصدعات كبيرة بالأرضية وقد دعاين المكان ممثلون عن الحماية المدنية والشؤون الدينية والمحافظة على التراث وتبين مبدئيا وجود ماجل كبير أسفل الصحن وفي كل مساحة الساحة وهو ما يهدد منهيار محتمل للأرضية منذ تقريبا عام أو أكثر شوية معتها حسينة بفما بداية انزلاقات معنتها في إداء السحن هذي اللي تستحق صيانة الجهات المختصة معتها قولوا أعلنت ناقوس الخطر واستدعاة كل الجهات المختصة هذية وتكونت لجنة أول قرار خذيناه هو عزل نهائيا سحن الجامع نمضي لأن مشاهدين لأخبار الرياضة وطنيا ودوليا يقدمها اليوم أيمن نازروق أهلا بك أيمن تفضل شكرا مكي مساء الخير مشاهدين ومرحبا بكم إلى موجز الرياضة أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تعينات الحكام لمباريات الجولة الافتتاحية لمرحلة البلايوف من الرابط المحترف الأولى لكرة القدم قمة الجولة بين النادي الإفريقي والنادي الرياضي سفاقسي ستكون بإدارة هيثم غيرات فيما سيكون وسيم بن صالح حكما رئيسيا لمباراة النجم الرياضي ساحلي واتحاد بن جردان أما مباراة نجم المتلوي وترجي الرياضي تونسي فستكون بإدارة محرز الملكي نظمت منذ قليل وكالة تونس إفريقيا للأنباء حفلة تكريم على شرف عدد من الأبطال الأولمبيين والبرالمبيين ولعب كرة القدم المتوجين في الدورة الخامسة لاستفتاء وكالة تونس إفريقيا للأنباء لأفضل الرياضيين لعام 2016 إلى جانبي عدد من الفرق والشخصيات الرياضية التي تميزت خلال السنة الماضية تجربح بالأقب لأفضل الرياضيين لأنه يلقى لأفضل الرياضيين في تونسي وكالبا لأنه يتعلم في تونسي لأنه يجب أن نعرفها في بلدنا تكريم كما هيك يزيدك عزمي يزيدك شحنة يتخدم أكثر يتعلق أكثر وتعطي أكثر ما عندك إن شاء الله الجوار تكون تخدمة تحصل مدرب النادي الرياضي سفيقسي الأرجنتيني نيستور كلاوزين على ترخيص استثنائي من الإدارة الفانية للجامعة التونسية لكرة القدم وذلك للجلوس على بنك الاحتياط في مباراة لكلاسيكو ضد النادي الإفريقي يوم الأحد القادم في إطار الجولة الأولى من مرحلة التتويج أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم توصل إلى اتفاق رسمي مع المدافع الفرنسي من أصول تونسية دايلان براون من أجل الانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني تونسي لكرة القدم ويبلغ اللاعب من العمر 21 عاما ويشغل خطة قلب دفاع في نادي نيور الفرنسي وناشط في الدرجة الثانية الفرنسية أمضت شركة لندور اتفاقية شراكة جهوية مع نادي برشلون الإسباني تمتد لمدة ثلاث سنوات وأكد الرئيس المدير العام لشركة حاتم دانجازلي أن هذه الشراكة الجهوية تتمثل في تنظيم مسابقات وجوائز للحضور في مقابلات فريق برشلون في إسبانيا وذلك في إطار تعزيز النشاط التسويقي لشركة على المستوى العالمي المستوى بتاع ثيقة برسلون خطر معناتها مسؤولية وإن شاء الله بش نكون في المستوى بإذن الله في أوروبا تم اليوم صحب قرعة دور ثمن نهائي من مسابقة الدور الأوروبي في مدينة نيون أسويسرية وأسفرت القرعة عن المباريات التالية دائماً دائماً في أوروبا حيث أعلن نادي ليستر سيتي الأنجليزي عن إقالة المدير الفاني للفريق الإيطالي كلاوديو رانياري وذلك بعد نتائج السلبية التي حققها مع الفريق هذا الموسم في الدور الأنجليزي والتي جعلته أحد المرشحين للهبوط إلى الدرجة الثانية وتولى رانياري تدريب ليستر منذ سنة ونصف وقده لتتويج بلقب الدور الإنجليزي الممتاز السنة الماضية في موسم تاريخي وتأتي هذه الإقالة بعد الهزيمة ضد إشبيليا منذ يومين في ذهب ثمن نهائي دور أبطال أوروبا بهذا نصل مشاهدين إلى نهاية المجاز الرياضي عودة إليك شكراً لك أيمن نمضي بدورنا لنذكر بأبرز العنوين ثم نقطة الكتام أسعار الخذري والغلال تشهد خفاظاً طفيفاً لكنها تبقى مرتفعة حسب رواد الأسواق من المواطنين تثمين لدور المحام في التحركات الوطنية والدفاع عن الحقوق والحريات في مقدمة اهتمامات المحامات التونسية وهي تحتفل بمرور مائة وعشرين سنة على نشأتها اطلاق ومبادرة كفاء لعدد من مكونات المجتمع المدني وتدعو إلى إرساء آليات للتصدي للتطرف والتوقي منه نهاية هذه الجولة الإخبارية شكراً لتي بمتابعتها دمدو في أمان الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة